استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماع مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة علي محمد اثنيان الغانم رئيس الاتحاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت وأكد المجلس إدراكه لطبيعة عمل المرحلة المقبلة وما تقتضيه من تكثيف للجهود والتعاون مع مختلف الجهات والأطراف المعنية بما يتفق والأهداف المنشودة في تسريع وطيرة العمل لإنجاز السوق الخليجي المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي وغيرها من المشاريع التنموية التكاملية بما يعزز مكانة منطقة مجلس التعاون كمركز مالي استثماري واقتصادي عالمي